أخذ المنتخب الوطني المحلي ثاني حصة تدريبية على ملعب مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحت قيادة النخب الوطني مجيد بوغرة فيما أخذ عبداللوي باكير وميريزاك لحصة خاصة داخل القاع وأجرى الخضر أيضا في الأمسية حصة تدريبية أخرى استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب غان المقرراتي السبت والتي تسبق خوض كأس إفريقا للأمم للعبين المحليين